موسيقى تبرز الواجهة في البطلة الوطنية ومرة أخرى فريق الرجاء كذلك سيكون طرف هذه المسألة هذه الأمر يمكن أنه فيه كثير من المعطيات التي تغيب علينا بشيء يمكن أن نحكمه تحدثنا مع مختصين في القانون لو كذلك بدلوا ذيالهم حتى هذه الناس المختصين أو باحثين في القانون من اللي تقرأ أو تسمع الآراء ذيالهم كان اختلافات حول أمور وكان اتفاق حول أمور أخرى الأمر يعني فيه معطيات كنت نغفلوها وفيه معطيات اللي هي واضحة منها أنه اللي كان عرفوه أنه القانون كيسمح لك أنك تتفاوض مع لعب في خلال مدة ستشور الأخيرة من نهاية العقد دياله ولكن في نفس الوقت كيشترطة بأنك خاصك تعلم كتابيا الفاريق باش يمكن أنه يكون على عين بأنه اللاعب راح تفاوض أو تعاقد كذلك الآن متروحة مسألة التعاقد ووش الحقد العقد خاصو يتسجل خلال المدة اللي يمكن أنها ما كملة ستشور حتى المهلة الخمسة عشر يوما هي محددة ولكن الجزاء ديالها ما كينش ما كينش عقوبة ديالها في حال لما يعني هذا الأشياء طبيعا القادية 25 مليون اللي خص الراجائي التزم بها وما التزمش بها واش عندها قوة نقطة سمعني إيشان قاتاك نقطة ديال 25 مليون اخلاقيا كيلي كيقول قانونيا كيلي كيقول ماشي قانونيا كيلي كيقول حتف حال أنه الراجائي لما تحطرمهاش واش اللعيب خصو يدير إختار بأنه راه ما توصلش ويعطيمه لك كذلك الفريق بأنه محتارمش بوند من البون كيمتكلمنا إيشام أنه التوصل بمثلة بالفعل بالفعل منافس وتخيل أنه بك مبارم معقولة أخلاقياً مسائل فيها مجموعة من الأمور اللي يمكن أنه خاص هما الآن المختصين في القانون يقولون أنه يكون فارق قانوني مدام أنه يكون الآن اختلاف حول هذه المسألة فبطبيعة الحال ستتقاصل الأمور إضافة لهذا الشيء كامل وما فريق الرجاء؟ ممكن أنه تبقى عنده رغبة دي اللاعي بريتعاقتي معاه وبين قوسين أنه خلف الوعد كيف ما بغي يكون يعني وش ممكن أنك خاصك تجيبه بشي دافع لك وهو الآن كيفان بأنه مخشرة غبيجي الفارق واحد سؤال بسيط جداً بأجالة يعني كما مبين هنا في هذه المادة بعيداً للقواني الأنظام الكروية يعني بعيداً للجدال واش فعلاً مسؤولي ذو الفارق قولنبيك آسفي يعني استهانوا أو عبثوا بأخلاق الروح الرياضية أو بالأخلاق الرياضية في هذه المسائل واش ممكن أن يكون يخطر أو إخبار أو شيء من هذا القبيل ما شيء أنه نادر رجاء الرياضية تفاجأ حتى وبتجديد الحارث الذي كان يؤول على أنه هو شوف أولمبيك آسفي المبدأ الذي ستنتقل منه إذا كان الرجاء ما خبروش ربما ستعتبر هارد الفعل المشكلة فيه اللاعب استعمل تعاقده مع الرجاء بش يمكن أنه يفاوذ من موقع قوة مع فارق أولمبيك آسفي ويتلقى أشياء التي هي أكثر من المتوقع لأنه بالنسبة لإستمرار من أولمبيك آسفي أفضل مدام أنه الظروف المادية هنا المسألة إلا جينا نتحته لما هو أخلاقي في كورت قدم فهنا نتحته يمكن ميلف كبير جدا ويمكن أنه تم بعض تصريحات لك الدار ومن بعد الممارسات اللي هي خارج هذا أيضا